أفد بلاغ لوزير الداخلية اليوم الاثنين بأن عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة عشرين خمسة وعشرين ستستمر إلى غاية الحد وثلاثين من دجمبر الفين واربعة وعشرين البلاغ أوضح أنه في إطار عملية المراجعة السنوية لللوائح الانتخابية العامة برسم سنة الفين وخمسة وعشرين يذكر وزير الداخلية أو يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في الحد وثلاثين من مارس الفين وخمسة وعشرين أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح سالفة الذكر لغاية يوم الحد وثلاثين من دجمبر الفين واربعة وعشرين وعضف البلاغ أنه يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لها المحل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني تخوى دوبلو في ليست إلكتغال فايمة ترجمة نانسي قنقر